أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بالنظر لأثر تلك المشروعات في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية وخلال الاجتماع تم التطرق للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024 حيث تمت الإشارة إلى أنه تم ضخ ثلاثة مليارات فصل واحد جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل فضلا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال وتدريب 6.294 متدربا ومتدربة وتقديم نحو 18.200 خلال فترة متنوعة وإصدار 4376 رخصة جديدة